السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله حيكون موضوعنا عبارة عن البارا ثيرويد إيجلاند بالنسبة لغدة الجاردرقية هي عبارة عن غدة تتصف إنها توجد خلف الغدة الدرقية تتميز بإنها إلها العديد من الخلايا عندها شبسل وأكسفيلسل بالإضافة إلى هناك تروية دموية متمثلة بالأوعية الدموية التي تحمل كرات الدم الحمراء فلو طلعنا على الغدة الدرقية هنجد إنه خلفها مباشرة يقع البارا ثيرويد إيجلاند بالنسبة لبارا ثيرويد إيجلاند تكمن أهميتها في الحفاظ على معدل الكالسيوم في الجسم ليش بتحافظ على معدل الكالسيوم في الجسم؟ لأن الكالسيوم له ضور مهم جدا في الجسم من ضمن الأهمية الفيسيولوجية على الكالسيوم أول حاجة إنه أملاح الكالسيوم تزود العظام بالتماسك الخاص فيها وهذا ما يعطي للهيكل العظمي صلبته بالإضافة إلى إنه أيونات الكالسيوم الموجودة في الإكسترا سيلولر و السيلولر فلويد اللي هي السوائل الخلوية والسوائل الموجودة خارج الخلايا تشكل الأساس في الحفاظ على البيوكيميكا لبروسيس والعمليات الكيميائية التي تحدث داخل جسم الهوست من ضمنها أنها تحافظ على قدرة الأعصاب والعضلات على الاستجابة فمن سميها نيرو موسكولر إكزيتابيلتي اللي هي أنها تتهيج عند حدوث اللي هو بالإضافة لأن الكالسيوم يلعب دور مهم جدا فيه تجلط الدم ودور مهم جدا فيه إفراز الهرمونات بالإضافة إلى عملية تنظيم للإنزيمات ونشطها الكالسيوم يوجد الكالسيوم على صورة حرة والصورة الحرة للكالسيوم من سميه free calcium وهو اللي بيكون نشط ويتطلب عملية تنظيم معدل الكالسيوم الحر أو الكالسيوم الفري اللي من سميه ionized calcium اللي هو CA plus 2 تمام؟ يتطلب عملية regulation بشكل محكم ليش؟ لأنه النقص الشديد من الكالسيوم يؤدي ذلك إلى زيادة زيادة اللي هو تهيج الأعصاب يصير عند الشخص أنه زي عملية اللي هو الرجفة بشكل كبير أيضا أنه زيادة الكالسيوم الشديدة تؤدي إلى تطبيط في استجابة الأعصاب نسميه neuronal depression بيحدث التحكم في مستوى الكالسيوم على عدة مراحل أو على عدة phases على مرحلة الأبزوبشن من خلال الأمعاب على الإكسيكرشن من خلال الكيلية وما يمثلها من إخراجات عن طريق اليوري وأيضا اللي هو بتتحكم أيضا في مستوى الكالسيوم عن طريق اللي هو التحكم في المخزون الموجود في الجسم عن طريق اللي هو المخزون الموجود في العظم هذا بوصلنا إلى عملية في عنا عملية هذه العملية تحدث بشكل متزامن مع بعضها البعض هذه العمليات بتساعد على ثبات معدل الكالسيوم في الجسم فنجد أنه يوميا بيصير في عنا كالسيوم انتيك حوالي 350 ميلي جرام يوميا بيحصلهم absorption من الانتستاين ويدخلوا للإكسترا سيلو الفلود وبتجمعوا في البول الموجود في الإكسترا سيلو الفلود وما تحتويها من كالسيوم هو حوالي 1300 ميلي جرام تمام في المقابل في أناعين تخرج يوميا من الإكسترا سيلو الفلود وتخرج عن طريق البراز تخرج يصيرها excretion إلى الأمعة حوالي 250 ميلي جرام يوميا تمام وهذا بوصلنا إلى أنه يخرج مع الفيسيس حوالي 900 ميلي جرام يوميا تمام الآن الكالسيوم موجود في الإكسترا سيلو الفلود يتبادل ما بينه وما بين الخلايا فنجد أن الخلايا ما تحتويها مجمع للكالسيوم موجود في الخلايا حوالي 13000 ميلي جرام من الكالسيوم والكالسيوم موجود في الإكسترا سيلو الفلود بيحدث له filtration عن طريق الكلية فاللي بيحدث فلتريشن إلو يوميا هو 9,980 ميلي جرام يوميا في المقابل اللي بيحدث reabsorption من الكلية وبيرجع مرة تانية للإكسترا سيلو الفلود هي عبارة عن 9,880 ميلي جرام يوميا في المقابل أنا في عندي 10 ميلي جرام بتخرج يوميا مع البول وتمطرحه خارج الجسم الآن بالنسبة للكالسيوم موجود في الإكسترا سيلو الفلود هذا بيتحرك ما بين البون وبيرجع من البون إلى الإكسترا سيلو الفلود وهي العمليات هي اللي بتحافظ على ثبات الكالسيوم في الجسم فنحدث أنه عملية ترسيب الكالسيوم يوميا في العظام حوالي 500 ميلي جرام من الكالسيوم بعد ذلك لها deposition في العظام و500 ميلي جرام نفسهم تفقد من العظام إلى الإكسترا سيلو الفلود هذا معناته أنا في عندي قدمة في عندي كمية بتترسف العظام في نفس الكمية تخرج من العظام هذا بحافظ على أنه الكالسيوم موجود في العظام يكون ثابت وهو حوالي مليون ميلي جرام من الكالسيوم بالنسبة لعملية التحكم في الكالسيوم هي عبارة عن عملية أكتف تحدث بعدة عوامل وعناصر موجودة في جسمنا على مستوى فيتامين D3 وهذا الفيتامين D بنزمنا من الضيات من الوجبة الغذائية وأيضا التعرض للشمس شغلة الثانية من الهرمونات الغدى الجاردرقية الباراثيرويد إقلان بتفرز هرمون يسمى باراثيرويد هرمون بحفظ على مستوى الكالسيوم في الدورة الدموية الكالسيومي وهو هرمون يفرز من الغدى الدرقية واللي هو الكالسيومي الموجود في العظام يعني العظام بساعد على حفاظ على معدل الكالسيوم في الجسم عن طريق خلايا تسمى استوبلاس واستويكلاس الآن بالنسبة لكيف يحدث تثبيت والتحكم بمستوى الكالسيوم فمنحكي احنا على مستوى الاسكن في عنا مركب يسمى الكالسيومي كولكالسيفيرول هو عبارة عن فيتامين دي بمجرد التعارض للشمس بيحدث عملية طبعا في الليفر بيحدث عملية تحويله إلى 25 هيدروكسي كولكالسيفيرول بعد هيك في الكليا بيحدث عملية تحويله إلى الصورة النشطة وهي واحد 25 هيدروكسي كولكالسيفيرول ايش بيعمل فيتامين دي الاكتف بيأثر على الانتستان بيزود معدل البروتينات الرابطة للكالسيوم وبالتالي بيساعد على امتصاصه بيزود اللي هو الكالسيوم استيمولاتينج اي تي بيز هي الانزيمات اللي بتكون الاتي بي وبيزود نشاط الالكالين فوسفاتيز نشاط الثلاثة عناصر هذه ضرورية جدا لعمل ابزوربش للكالسيوم من الانتستان وهذا بيحافظ على ثبات معدل الكالسيوم في البلازما الآن معدل الكالسيوم في البلازما هو بحد ذاته يعتبر انهيبشن بيثبت الباراثيرويد هرمون الباراثيرويد هرمون ايش وظيفته الاساسية وظيفته الاساسية انه بيحفز الكلية انها تحول الـ 25 هيدروكسي كولكالسيفيرول الى 21 هيدروكسي كولكالسيفيرول هو صورة نشطة من فيتامين دي من اللي بيحافظ عليها او من اللي بيعمل الـ هذا هو الباراثيرويد هرمون الان هاي العملية لما تتم اللي بتحكم في معدل اطلاق الباراثيرويد هرمون او تثبيته هو معدل الكالسيوم في الدورة الدموية الان لما يصل معدل الكالسيوم الى المطلوب منه بيحدث هذا الكالسيوم يعتبر انهيبشن وبمنع الباراثيرويد هرمون انه يحدث له عملية ريليز الان كيف يحدث عملية ريليز للباراثيرويد هرمون تحت تأثير الكالسيوم فبالتالي بيكون الكالسيوم هو الترانزيديوسر اللي بيخلي الباراثيرويد يجلان تفرز الباراثيرويد هرمون وهذا يحدث بسبب الريسبترز الموجودة على سطح الخلايا وهي الريسبترز تعتبر ريسبترز حساسة نسميها سينسفور ريسبتر لا الكالسيوم هي عبارة عن نوع من انواع الجي بروتين كابلد ريسبترز هي ريسبترز فيه في الدومين الموجود داخلي عبارة عن جي بروتين فبيحدث عملية اكتيبيشن الفوسفولاي بيز سين وما ينتج عنه هو عبارة عن عملية زيادة في معدل الداي أصاي غليسيرول وزيادة في معدل الانيستول تراي فوسفيد وهذا يعتبر كسان كندري مسنجر ويحدث ايضا عملية انهيبشن للأدينيليت سايكليز وبالتالي بيمنع اللي هو عملية الريدوكشن للسايكليكيانبي تمام الان عنا ايضا في عنا اللي هو خلايا سي سيل الموجودة في الثيرويد جلان ايضا تتحكم في مستوى الكالسوم عن طريق افرازها لا هرمون يسمى الكالسيتونين الكالسيتونين عبارة عن هرمون يقلل من معدل الكالسوم الموجود في الدورة الدموية اما الباراثيرويد بيعمل عملية ترفع لمعدل الكالسوم في الدورة الدموية بمعنى انه القيمة الطبيعية للباراثيرويد هرمون والكالسيتونين تحافظ على ثبات الكالسوم داخل الدورة الدموية الان الباراثيرويد بيعمل على رفع معدل الكالسوم في الدورة الدموية بينما الكالسيتونين بيقللها الإفراز الطبيعي من البراثيرودي هورمون والكالسيتونين بثبت معدل الكالسيوم الموجود في الجسم الآن في حالة وجود كمية من الكالسيوم عالية بيشعر فيها اللي هو الكالسيوم سينسور ريسبتور الموجود على سطح الخلايا اللي هي عبارة عن جي كابل بروتين وهذا يؤدي إلى عملية تنشيط الفوسفولاي بيز سي وبالتالي بيعمل عملية نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على مستوى الباراثيرويد هورمون ويتم عملية تصبيت إفرازه وعلى العكس تماما اللي هو لما يكون عنده معدل الكالسيوم الخفض فبالتالي بيصير في عندي عملية تصبيت لإفراز تصبيت لالي هو السايتلي كي ام بي وهذا يؤدي إلى عملية ريليز للباراثيرويد هورمون الآن إيش بيعمل البرافيرود همون بيزود من معدل الريزوربشن من البون للكالسيوم يعني بمعنى بيساعد على إطلاق الكالسيوم من البون شغلة ثانية بيزود من معدل الريأبزوربشن للكالسيوم في الكليم وبيزود من معدل تكوين فيتامين D النشط اللي هو 1-25 داي هيدروكسيكولكالسيفيرون تمام؟ هذا يؤدي إلى زيادة امتصاص الكالسيوم من القط وبالتالي بيعمل ريستورنج لمعدل الكالسيوم في الجسم تمام؟ بالنسبة للباراثيرودي جلاند الباراثيرودي جلاند يوجد عندنا أربع غدد من الباراثيرويد موجودة خلف الغدة الضرقية نشأت من البروز والتجويف للفارنجل الثالث والرابع للفارنجل أثناء وجود الجنين في رحم الأن يوجد الخلايا المنتجة للباراثيرويد هرمون هي الشيفسل موجودة في الباراثيرودي جلاند بتفرز البيتي أتشل والباراثيرويد هرمون والباراثيرويد هرمون هو نوع من أنواع البوليبيبتايد هرمون ما هي آلية الريجوليشن لمعدل أو إفراز أو نشاط الباراثيرويد هرمون؟ من يتحكم في عملية تنظيم إطلاق هذا الهرمون هي مستوى الكالسوم بشكل أساسي مستوى الكالسوم في البلازمة هو يتحكم بشكل أساسي في معدل إفراز وإطلاق الباراثيرويد هرمون فيحدث السكريشن للباراثيرويد هرمون بآلية inversely لمعدل الكالسوم بمعنى كل ما نقص معدل الكالسوم في الجسم بيرتفع معدل الباراثيرويد هرمون لأنه مطلوب منه يعمل على رفع معدل الكالسوم إذن هناك علاقة عكسية ما بين معدل الباراثيرويد هرمون وكمية الكالسوم كل ما كان كمية الكالسوم قليلة في الجسم بيرتفع معدل الباراثيرويد هرمون بزيد من معدل إخراجه تمام؟ فالماكسيمم سكريشن أو الإفراز العالي من الباراثيرويد هرمون يحدث إذا نقص معدل الكالسوم في البلازمة عن 3.5 ميلي جرام لدي سيليتر بينما التركيز الإفراز المتدني أو المثبط من الباراثيرويد هرمون بيكون إذا كان معدل الكالسوم أعلى من 5.5 ميلي جرام لدي سيليتر الباراثيرويد هرمون بيحدث له عملية سيكريشن كاستجابة كاستجابة لتغير البسيط من معدل الكالسوم في البلازمة بثواني معدودة بيحدث خلال الثواني هذه بيستجيب الباراثيرويد هرمون إنها تفرز الباراثيرويد هرمون في خلال ثواني من نقص الكالسوم تمام؟ وهذا راجع إلى وجود ريسبتورز متخصصة ويونيك فريدة منه هي موجودة على الباراثيرويد سيل المفرزة للباراثيرويد هرمون على البلازمة من برين الخاص فيها وهذه الريسبتورز عبارة عن سينسر ريسبتورز هي بتتحسس التغير في معدل الكالسوم تمام؟ هي بتتحسس بمعدل الاكسترا سيلور فلويد كونسنتريشن للكالسوم بتتحسس بمعدل التغير اللي بيحدث في معدل الكالسوم الموجود في السوائل الخارج خلوية وهذا يحدث زي ما حكينا إنه بسبب الريسبتورز الخاص وهذا الريسبتورز تعتبر جي بروتين كابلد ريسبتورز اللي بيحدث عملية اكتيفاشن مجرد ما يشعر به النقص حبدة يتنشط الجي بروتين كابلد ريسبتورز هذا الجي بروتين الموجود على هذه الريسبتورز اللي بيشعر بنقص الكالسوم بيحدث على طول عملية بيحدث عملية اللي هو تنشيط للفسفولايبازي وتصبيط للأدينيليات سايكليز ينتج عنها زيادة في معدل الكالسوم في الجزء إذن هذه العملية وعملية تنشيط للفسفولايبازي وتصبيط الأدينيليات سايكليز يحدث في حالة نقص الكالسوم كنتجة لذلك بيصير فيه زيادة في معدل الكالسوم عن طريق إنه الإنسيتول ترايفوسفيت اللي بتكون بإنخفاض في معدل السايكلي كي أم بي بيمنع الإكسوسايتوسيز للباراثيرود هرمون من السكريتوري جرانيولز إيش يعني؟ يعني إنه لما الكالسوم معدل الكالسوم ينقص السايكلي كي أم بي بيزيد والباراثيرود هرمون بيوفرز تمام؟ إذن في حالة بيكون عنا معدل الكالسوم عالي لمن يكون في عنا معدل الكالسوم عالي معدل الكالسوم عالي معناته السايكلي كي أم بي بيطبط نشاطه عن طريق إنه بيعمل عملية إنه بيشي للأدينيوليات سايكليز تمام؟ وبالتالي العكس تماماً يحدث إذا نقص معدل الكالسوم على طول الأدينيوليات سايكليز بتنشط وبيرتفع السايكلي كي أم بي في المقابل يحدث اللي هو عملية تثبيت للفسفولاي بيسي وبالتالي بيصير في عملية إفراز للباراثيرود هرمون خارج الخلايا وبيصل لمجرى الدم عشان يعمل عملية اللي هو إعادة انتصاص الكالسوم من الأمعاء وخروج الكالسوم من العظام وتنشيط لفيتامين دي عشان يحدث عملية ري أبزوربشن للكالسوم إذن الآن لما يكون في عندي في الاكسترا سيرول الفرويد معدل الكالسوم عالي معناته الكالسوم حيرطبط بالسينسورز كبلد ريسبترز الموجودة على سطح الباراثيرويد سلز المفرزة للباراثيرويد هرمون فبيحدث إنه بيثبت الجي بروتين لما يثبت الجي بروتين الجي بروتين بيقعفوا الجي بروتين بيتنشط وتنشيط الجي بروتين بيثبت الأدينيليات سيكليز تمام؟ وبنفس الوقت الجي بروتين لما بيصير بينشط بينشط بسبب ارتباط الكالسوم برسيبترز الجي بروتين بينشط الفوسفولاي باز سي الفوسفولاي باز سي بيزود بالمعدل الانيستولي تراي فوسفيل الانيستولي تراي فوسفيل تمام الآن هاي العملية بتمنع الموجودة في باراثيرويد سيل إنها تفرز الباراثيرويد هرمون فبالتالي بيصير في عندي نقص في الباراثيرويد هرمون إذا متى يحدث نقص في الباراثيرويد هرمون إذا كان عندي معدل من الكالسيوم عالي هيصير في عندي عملية تطبيط للأدينيليات سيكليز وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض في معدل السيكلي كيمبي وبيصير عندي تنشيط للجي بروتين وبصير في عندي زيادة في إنتاج الفوسفولايبيز سي اللي بنشط إفراز الإنسيتولي ترايفوسفيت الآن زيادة الإنسيتولي ترايفوسفيت تنشيط الفوسفولايبيز سي وانخفاض السيكلي كيمبي بيمنع عملية الريليز للباراثيرويد هرمون من الجرانيوز المخزن فيها الآن هاي العملية بتكون ثابتة إذا كان معدل للكاسوم طبيعي معناته انه عام تركيز تنشيط الجي بروتين بيكون متنشط بشكل له زايد ولا نقص بالتالي عندي الفوسفولايبيز سي بيكون إفرازه طبيعي معدل الإنسيتولي ترايفوسفيت طبيعي أدي نايليات سيكليز بنتج السيكلي كيمبي بشكل طبيعي فبالتالي إفراز الباراثيرويد بيكون عندي طبيعي إذن هاي العملية عملية ثابتة ثبات تركيز الباراثيرويد هرمون هو ثبات الكالسوم في الجسم هو بيخلي الباراثيرويد إفرازه ثابت الآن بالنسبة إلى حالة نقص الكالسوم نجد في غياب الكالسوم على طول بيصير في عندي تثبيت للفوسفولايبيز سي وبالتالي بيصير في عندي النقص في إنتاج الإنسيتولي ترايفوسفيت والجيبروتين بيحفز الادينيليات سيكليز اللي على طول بنتج السيكلي كيمبي وهذا بيؤدي زيادة السيكلي كيمبي وانخفاض الإنسيتولي ترايفوسفيت بتساعد على أنه يتحرر الباراثيرويد هرمون من الجرانيولز الموجودة فيها وبالتالي هذا يساعد على إطلاق الباراثيرويد هرمون وبيبدأ نشاطه في الجسم ما هي الأورغانز التي تعتبر تارجت للباراثيرويد البون والكدمين إذن العظام والكليا هي عبارة عن الهدف لباراثيرويد هرمون معنى الحكي أن البون والكدنية تحتوي على ريسبتورز للباراثيرويد هرمون فبالتالي هو يؤثر عليها بالنسبة لتأثير الباراثيرويد هرمون على البون له تأثيرين رابتفيز وسلوفيز الربتفيز هو التأثير السريع خلال ساعة إلى ثلاث ساعات بنشط حاجة تسمى أستوسايتك أستولايسز بينما المرحلة البطيئة لسلوفيز تأخذ من 12 ل 24 ساعة وهذا يحدث عن طريق الاستوكلاستيك استولايسز هذا بوصلنا إلى نوعين من أنواع الخلايا الموجودة أو ثلاث أنواع عفوا من الخلايا الموجودة في البون في عندي ثلاث أنواع من البون استوبلاست هي عبارة عن الديفرنشيتد بون فورمينك سيل هي عبارة عن خلايا متميزة لها القدرة أنها تكون خلايا المنشئة للعظام تمام؟ وأيضا هذه الخلايا هي المسؤولة عن إنتاج المات Ages اللي هي البيئة الداخلية الموجودة في العظام وهي اللي بيكون غنية بالكالسيوم والأورغانيك پوسفات غنية بالكالسيوم والأورغانيك تمام؟ أما النوع الثاني من الخلايا هو استوصايت الاستوصايت هي عبارة عن خلية بون ناضجة هي عبارة عن خلايا عظام ناضجة وهي اللي بتكون موجودة ضمن الماتريكس هي include in bone matrix هي الموجودة في الماتركس في البيئة الموجودة داخل العظام أما الاستوكلاست هي عبارة عن خلية كبيرة تعتبر multi-nucleated cell هي عبارة عن خلية تحتوى على العديد من الأنوية نشأت من المونوسايت تمام؟ وهي مطلوب منها عملية تحطيم للبون resorb للبون يعني عملية تكسير زي بالضبط المونوسايت بتعمل عملية فاقوسايت وزيد للخلايا وتكسير الخلايا الاستوكلاست نشأت منها لها دور في عملية تكسير خلايا العظام عشان تعمل عملية تحرير للكالسيوم منها تمام؟ الآن بدنا نشوف كيف بيعمل الباراثيرويد هرمون إنه بيعمل استيميوليشن للأستوصايتك استولايسيزم الآن بيحدث عملية نقل للكالسيوم من الكناليكيول الزفلود عبارة عن القنوات الموجودة اللي بين الخلايا وهي مليئة تنتقل بين الخلايا هناك القنوات بيسهل عملية تحرك السائل من الخلايا الموجودة اللي هي الاستوكلاست إلى الاستوكلاست اللي هي الخلايا الناضجة وأيضا بيساعد على عملية نقل الكالسيوم من خلال الاستوكلاست عن طريق اللي هو عن طريق اللي هو انتقالها إلى الاستوكلاست إذن هو اللي بيساعد على عملية تبادل الكالسيوم من الاستوكلاست إلى الاستوكلاست ومن الاستوكلاست إلى الاستوكلاست وهذا سنشوفه كمان شوية بالسكيم الموجود بعد ذلك أيضا هذا الكناليكولوفلود بيكون غالي جدا إذن السائل هذا الموجود بين الخلايا الخلايا الموجودة في العظام هذا السائل غني جدا بالكالسيوم وأيضا غني بي المعادن الأخرى زي الفوسفات لكن الفوسفات لا يحدث له عملية موبولايزيشن إذن الفوسفات في البون ما بتحرك بظل ثابت بينما اللي بتحرك تحت تأثير الباراثايرويد هرمون هو الكالسيوم وهذا اللي بيحافظ على بقاء البون ماس من غير محدثنا عملية شينج إذن في الاستوكلاست هي عبارة عن انتقال سوائل من الاستوكلاست إلى الاستوكلاست من الاستوكلاست إلى الاستوكلاست هي السواء الغنية بي الكالسيوم ومعادن أخرى الفوسفات لا يتحرك وهذا بيساعد على بقاء كتلة العظام ثابتة في الجسم إذن لأننا نتكلم على الاستوكلاست الآن هنا وهذا السائل هو بون إفلويد الآن يتحرك الكالسيوم من الفجوات الموجودة بين اللي هو الاستوكلاست ينتقل إلى الاكسترسيلو إفلويد ومنها إلى الاستوكلاست والآن لمن يحدث حاجة إلى الكالسيوم بيبدأ خروج الكالسيوم من الاستوكلاست إلى عبر القنوات إلى الاستوكلاست ويتم إطلاقه من البون إلى مجرى الدم عن طريق اللي هو كالسيوم بوم الموجودة في الخلايا أما الاستوكلاست وظيفتها عميلة فاقوسيتوسيز فاقوسيتوسي استوكلاست هي اللي بتحطم الاستوكلاست عشان يتم خروج منها الكالسيوم أيضا هناك هاي السوائل والماتريكس اللي فيها الاستوكلاست غنية اللي هي كولاجينيز والليزوزومي الإنزايم بيزود من نشاطها وبيزود من معدل الأسد كربونيك أنهيدريز لكتك أسد والستريك أسد بيزود من تراكيز هذه الأحماض الموجودة داخل خلايا الاستوكلاست وأيضاً بزود من نشاط إنزيم الكولاجينيز والليزوزوم الإنزيم بزود من نشاط الأستوكلاس فبالتالي بزود من عملية الريزوربشن للبون تكسير خلايا البون تمام؟ هذا يؤدي إلى عملية تحريك الكالسوم والمغنيسوم والإن أورغانيك فوسفيت تمام؟ بدنا نشوف ما هو تأثير الباراثيرود هرمون على بناء العظام الباراثيرود هرمون باني للعظام يتصف أو يتوافق وظيفته مع وظيفته الكالسوتونياً من اللي بيفرز من الثيرويد جلان إيش بيعمل؟ بيساعد على زيادة خلايا الأم اللي قادر على تكوين البون سيلة اللي هي الاستوبلاست وأيضاً بيساعد على زيادة تكوين الكولاجين لأنه هو الأساس الموجود في الماتريكس العظام النسيج العظمي بيزود من نشاط الألكالاين فوسفيتز لأنه تأثير باني على العظام وأيضاً يزود من الجروث فاكتورز اللي تعتبر هي ترانسفورمينج فاكتورز زي الإي جي أف اللي بيزود من معدل البناء لخلايا العظم ما تأثير باراثيرود على الكلية بيزود من معدل الري أبزوربشن للكالسو والماغنيسون من الأسندينج لوب وي الدستل اتيبيوز بيزود من معدل الري أبزوربشن للكلور اللي هي الكلورايد من البروكسي مالتيبيوز الموجود في الكلية بيقلل من معدل الري أبزوربشن للفوسفات والصوديوم والبي كربونيت من البروكسي مالتيبيوز وبيزود من نشاط الألفا وان هيدروكسي ليز الموجود أو الذي يفرز من البروكسي مالتيبيوز إذن تحت تأثير انخفاض معدل الكلسو في الجسم بيبدأ عملي إفراز الباراثيرود اللي بيأثر على ثلاث أنسجة أساسية البون والكلية والإنتستان على البون بيزود من معدل البون ريزوربشن عن طريق تأثيره على الأستوكلاستيكسل إنه بيزود من معدل تحطيم الخلايا البون عشان يطلق كالسيوم بتأثيره على الكلية إنه بيقلل من معدل الري أبزوربشن للفوسفات وبيزود من الري أبزوربشن للكالسيوم وبيزود من اليونيري سايكليك إي أم بي تمام؟ على الانتستان بيزود عملية الابزوربشن للكالسيوم عن طريق إنه بيساعد على تنشيط الفيتامين دي بيحاوله لصورة الأكتبريا 1-25 ضي هيدروكسي كولكالسيفرول نشاط اللي تأثرت في الانتستان والكلية والبون تحت تأثير الباراثيرود هرمون يساعد على رفع معدل الكالسيوم وعوده إلى مستوى الطبيعي الآن بمجرد ما يوصل الكالسيوم للمعدل الطبيعي هذه إشارة تركيز الكالسيوم يعتبر إنهيبشن سيجنل لم يم للباراثيرود سيكرشن فبالتالي بصير فيه عندنا تخبيط في نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على مستوى الباراثيرود إيجلان فبالتالي بيثبط إفراز الباراثيرود هرمون طيب الآن لو انخفض معدل الفوسفيت في البلازمة هذا يساعد وهذا بسبب انخفاض الرين الفوسفيت انخفاض الريابزوربش من الرين الفوسفيت بيأدي ذلك إلى زيادة معدل اللي هو تنشيط فيتامين دي واحد خمسة عشرين ضايا هيدروكسيكولتكالسيفيرول وهذا كله بيحدث بسبب نشاط الباراثيرود الآن الآن لمن يفرز الباراثيرود لما يكون في أنا عندي معدل من الكالسيوم عالي معدل الكالسيوم الموجود في البلازمة بيثبت إفراز الباراثيرود تمام؟ هذا يؤدي إلى زيادة خروج الكالسيوم من اليورين ونقص الفوسفات التي تخرج من اليورين تمام؟ هذا بيعمل على إيش؟ عملية ريستورنج لمستوى الفوسفات الآن الآن كيف أن بدي أعمل عملية ريستورنج لمعدل الفوسفات في الجسم؟ عن طريق أن الفوسفات هناك علاقة عكسية ما بين الفوسفات ومعدل الكالسيوم بيعلم معدل الكالسيوم الفوسفات بقيل على طول بتطبط البراثيرويد هرمون انه يفرز بساعد على خروج الكالسوم مع اليورين بتخلص من الكمية للزيادة وبيمنع خروج الفوسفات من اليورين فبالتالي هذا بيرجع معدل الفوسفات للطبيعي في الجسم تمام وايضا بيزود من معدل اللي هو الانتستاين ابزوربشن والبون ريزوربشن ل اللي هو الفوسفات تمام طيب الان في حالة نقص الكالسوم في الفلازمة باراثيرويد هرمون بزيد وزيادة افراز الباراثيرويد زي ما ذكرنا في المخطط السابق يؤدي الى نقص الفوسفات لما بينقص معدل الفوسفات بينقص الفوسفات من الكليا بيبدأ ينقص من عملية خروجه من البول وبيتنشط فيتامين دي تحت تأثير افراز الباراثيرويد يتنشط فيتامين دي بيأثر على الانتستاين والبون بيساعد على زيادة معدل زيادة معدل الكالسيوم تمام؟ الان كيف صار زيادة معدل الكالسيوم؟ انه في الكليا منعنا خروج الكالسيوم من الكليا عن طريق البول فبالتالي عمل الريئة للدورة الدموية وهذا ادى الى زيادة معدل الكالسيوم وزيادة امتصاص الكالسيوم من الانتستاين رفع معدل الكالسيوم خروج الكالسيوم من البون تحت تأثير البون ريزوربشن ادى ذلك لزيادة معدل الكالسيوم تمام؟ لما يصير في زيادة في معدل الكالسيوم لو زاد عن حده بتلاقي معدل الكالسيوم من الفيرويد جلاند يفرص بالتالي بيساعد على بيساعد على عملية طرح الكالسيوم عشان يصل معدل الكالسيوم الى الاستقرار تمام؟ الان الكالسيوم هذا كيف يتم التخلص منه الزايد؟ انه بيصير فيه الكالسيوم بيساعد على بناء العظام فبالتالي الكالسيوم بالزيادة بيدخل الى العظام عشان يبني العظام الان عملية زيادة ابزوربشن الكالسيوم ومن الانتستاين والبون يؤدي ذلك الى الى رفع معدل الفوسفات في في البلازمة وبالتالي اذا زاد اذا زاد عن حده باراثيرويد سكر هرموني بيكون مفرز وبالتالي بيساعد على خروج الفوسفات مع اليوريد اذا وجود الكالسيوم والفوسفات وجود عكسي بيرتفع الكالسيوم بقل الفوسفات وهكذا لكن لما يكون عندي ثبات من معدل الباراثيرويد هرمون والكالسيطوني في عندي ثبات في المنيرالز الكالسيوم والفوسفات الموجودين في الجسم وعرفنا انه لما يكون في عنا مركب سبعة دي هيدرو كوليستيرول بتحت الجلد بتتعرض جلدنا وهذا دائما نحكي لازم نتعرض لأشعة الشمس اليوفي الموجود في أشعة الشمس بساعد على تحويل هذا المركب إلى كولكالسيفيرول كولكالسيفيرول ممكن أيضا ناخده من الضيات من الوجوات الغذائية في الليبر بتحول إلى صورة خمسة هيدروكسي كولكالسيفيرول لكن هيدا ليست الصورة النشطة إنما مرحلة انتقالية بيصل هذا المركب إلى الكالسيوم الآن تحت تأثير انخفاض معدل الكالسيوم بيصير فيه عند ارتفاع فيه معدل الباراثيرويد هورمون وأيضا انخفاض في الفوسفات هذه تعتبر إشارة إيجابية سيجنال بوزيتف سيجنال على الخلايا إنها اللي هي البروكسي ملتيبيول إنها تبدأ تفرز أو تقتنشط اللي هو ألفا وان هيدروكسيليز ألفا وان هيدروكسيليز هو اللي بيعمل على التحويل خمسة وعشرين هيدروكسي كولكالسيفير وإلى صورة الأكتف اللي هي واحد خمسة وعشرين ضاي هيدروكسي كولكالسيفير وهو صورة نشطة من فيتامين D تمام أما الصورة الغير نشطة اللي هي إنه يبقى إذا حدث زيادة في معدل الكالسيوم بيثبت البرافيرويد وبالتالي بتثبت هذا الإنزيم وبيبقى الفيتامين D بالصورة الإن أكتف اللي هي 24-25 وعشرين ضاي هيدروكسي كولكالسيفير تمام الآن ما هو الاكشن لفيتامين D على السمول انتستاين بالنسبة لنشاط فيتامين D على السمول انتستاين طبعا نشاط فيتامين D بيكون تحت تأثير البرافيرويد هرمون نشطه من الكلية وبدأ إنه يأثر على السمول انتستاين له رابد فيز اللي هو المرحلة السريعة من نشاطه خلال ساعة إلى 6 ساعات بيزود من معدل الابزوربشن للكالسيوم تمام طبعا من خلال الصوديوم كالسيوم اكشنج بمعنى إنه بيتم امتصاص الكالسيوم من الأمعاء على حساب الصوديوم على حساب الصوديوم تمام الآن أما السلوفيز بيأخذ من 48 إلى 96 ساعة بيزود من معدل الابزوربشن للكالسيوم من الانتستاين عن طريق إنه بيساعد في عملية تكوين لبروتينات اللي بيتربط الكالسيوم وبالتالي بيتم امتصاصه عن طريق اللي هذا البروتيوم وهذا البروتيوم يسميه كالبايندين كالبايندين من اسمه كالكالسيوم بايندينز هو البروتين اللي بيصير عملية تكوين إله في الاسلوفيز تحت تأثير فيتامين دي عشان تبدأ عملية ارتباط الكالسيوم بهذا البروتيوم يحدث عملية لماذا هذا الفيز بيأخذ فترة أطول لأنه عملية تكوين لبروتينات عملية تتحكم فيها جينات بصير عملية تحويل الديان اي لماسنجر أرى إنه بالترانزيكريبشن بعد هيك ترانزليشن إلى بروتين وبالتالي بيأخذ وقت عشان هيك هذا الاسلوفيز عبارة عن عملية تكوين بروتين رابط للكالسيوم فيتامين دي له تأثير على العظام وهذا التأثير على العظام إنه بيعمل بوم ريزوربشن ليش؟ لأنه بيحفز نشاط الاستوسايتك استولايسيز وبنفس الوقت بيزود من الاستوكلاستيك ننبر اكتيفتي إذن هو بيعمل بيزاعد على عملية خروج الكالسي من الاستوسايت عن طريق الاسترا سيرول الفلود من الاستو بلاس للأستوسايت من الاستوسايت بيخرج إلى مجرى الدم وأيضا بيزود من نشاط الاستوكلاست وعددها فبالتالي تتحطم البونسل وبالتالي بيبدأ عملية اللي هو خروج الكالسيوم أيضا ريتامين دي له تأثير باني على العظام لأنه بيزود من نشاط الاستو بلاس هي الخلايا الأم للاستوسايت بيزود من نشاطها من خلال أنه بيزود إنتاج بعض البروتينات اللي هو فبرونكتين والاستو كالسين تمام أيضا بيزود من نشاط الالكالاينفوس فاتيز اللي يعتبر هذا انزيم باني للعظام هذا بوصلنا كمان إلى أنه نفيه عندي هرمون آخر هو هرمون الكالسوتينيين بيعمل كنترول لمعدل الكالسيوم فبالتالي هو بيعاكس الباراثيرويد هرمون هذا الكالسوتينيين هو عبارة عن بوليبيبتايد هرمون يفرز ويتكون داخل السي سيل اللي هو الموجودة الباراثولوكلر السي سيل الموجودة في الثيرويد والكالسوتينيون له نشاط على العظام بيقلل من الاستوكلاست نمبر وبيقلل من نشاط إذن يقلل من عدد الاستوكلاست ونشاط الاستوكلاست إذن تأثير باني على العظام طالما إنا منعت نشاط الاستوكلاس وقللت عددها فبالتالي أنا منعت تكسير الخلايا العظام إذن هي تأثير الكلستونين على العظام تأثير باني وشغلة تانية أنه له النشاط أنه بساعد على اللي هو نشاطه يقتناسب طرد مع اللي هو النشاط البونسل نسميه البونتير أوفر اللي هي الاستوكلاس كما بتكون الاستوصايت بسرع من عملية تكوين الخلايا الناضجة للبونسل وهذا كله بيأدي إلى بناء عظام تمام إذن بالنسبة للكلستونين بيفرز الكلستونين إذا كان عندي معدل من الكالسوم عالي بيزيد معدل إفراز الكلستونين من البارافوليكلارسيسل الموجودة في الطيرويت تؤثر على بون كيدني وعلى الكلستريول اللي بيأثر على الانتستان تمام؟ بالنسبة لالبون بيساعده في دوره على بناء العظام الباراثيرويد هرمون بيزود من معدل تكوين العظام وبيقلل من عملية خروج الكالسوم والأورغانيك فوسفيت من العظام فبالتالي هو بيساعد على البناء أما تأثيره على الكلية الكالسيتونين بيأثر على الكلية إنه بيزود من معدل إخراج الفوسفيت ويقلل من معدل إخراج الكالسوم الكالسوم إذن الكالسوم معناته طالما إنه لم يخرج بيرجع لمجرد الدم والكالسيتونين بيساعد على ترسيبه داخل العظام تمام؟ اللي بيأثر على الكالسيتونين بيأثر على بتكون الكالسيتريول اللي يؤثر على الانتستان وبالتالي انتستان بتعمل عملية الابزوربشن للكالسيوم والفوسفيت تمام؟ طيب إذا زاد معدل الآن بنلخص اللي حكيناه في حالة زيادة معدل الكالسوم وفي حالة نقص الكالسوم في حالة زيادة معدل الكالسوم نجد إنه البراثيرويد يثبت هذا يؤثر على الكلية بيمنع طنشيت فيتامين دي ويؤثر على الانتستان بيمنع الابزوربشن بيقلل الابزوربشن للكالسيوم طبعا الابزوربشن للكالسيوم بيتم عن طريق أملاحه على هيئة كالسيوم فوسفيت وبالتالي بيقلل من معدل إطلاق أملاح الكالسيوم من العظام وهذا يؤدي إلى قلة معدل الكالسيوم والعكس تماما يحدث لمن يكون فيه عندي نقص في الكالسيوم بيزيد معدل البراثيرويد بنشط فيتامين دي في الكلية فيتامين دي بيساعد على زيادة امتصاص الكالسيوم أو أملاح الكالسيوم من الانتسطين وهذا بيزود من معدل الكالسيوم وفي نفس الوقت البراثيرويد بيساعد على خروج الكالسيوم على هيئة أملاحه من العظام والتالي يزود من معدل الكالسيوم الآن بدنا نحكي عن مشكلة لو صار عند هذا الشخص عنده خلل في الكلية من سمي رينال ديستركشن يحدث فيها خلل في معدل الكالسيوم ومعدل الباراثيرويد هرمون على الميكانيزم التالي الآن في حالة من يحدث رينال ديستركشن بيحدث خلل في عملية تنشيط فيتامين دي ليش؟ لأنه لم يحدث تنشيط للألفا وان هيدروكسيليز اللي بيعمل على تنشيط فيتامين دي وهو يفرز من الباروكسيماليتيو بيودز تمام؟ طالما أنا عندي خلل في الكلية إذن هذه الخلايا لا تستطيع تنشيط فيتامين دي لأنه الإنزيم لا يفرز فبالتالي هذا يؤدي لأنه لن يحدث عملية ري أبزوبش لا للكالسيوم ولا للفوسفيت من الجي آي تراك من القناة الهضمية تمام؟ هذا يؤدي إلى هذا يؤدي إلى انخفاض معدل الكالسيوم وبالتالي لما ننخفض معدل الكالسيوم نجد أنه الباراثيرويد هرمون يزداد وبالتالي بيصير فيه عنده زيادة في معدل تكسير العظام طيب الآن لمن يحدث أيضا رينالدستركشم بيزيد معدل الفوسفات في الكلية لأنه مطلوب من الكلية إنها تعمل عملية خروج للفوسفات طالما فيه عندها خلال إذن حيرجع الفوسفات مع المواد التنتص إلى مجراء الدم فبزيد معدل الفوسفات اللي بيرجع للدم وهذا يؤدي إلى زيادة معدل الفوسفات في سيرام الدم وزيادة الفوسفات أيضا تؤثر على مستوى الكالسيوم اللي نقول أنها علاقة عكسية فبيقل معدل الكالسيوم وبالتالي بيزيد معدل البارافيرويد هرمون إفرازه وهذا يؤدي على العظام عشان هيك الناس اللي عندها مشاكل في الكلية نجد عندها معدل من الكالسيوم منخفض معدل فوسفات عالي معدل من البارافيرويد هرمون عالي ونجد أنهم يعاني من مشاكل في العظام إذن الميكانيزم اللي حكيناها أيضا ملخصينا حكينا أنه لما يكون في عنا نقص في معدل الكالسيوم اللي بيجينا من الوجبات الغذائية هذا بيأدي إلى أول حاجة أنه الوصل للقناة الهضمية شعرت القناة الهضمية بنقص في معدل الكالسيوم فبالتالي طبعا حكينا أنه فيه سنسور هذا السنسور بيخلي الباراثيرويد إجلاند أنها تبدأ تفرز الباراثيرويد هرمون هذا يحدث أنه بصير في عين لزيادة طبعا الباراثيرويد عمل لزيادة امتصاص الكالسيوم وبالتالي دخل إلى اللي هو مجرأ الدم وسوائل الموجودة خارج الخلايا يصار فيه عندنا اللي هو شعر أنه فيه نقص فيها نقص في معدل الكالسيوم تمام الآن الآن الباراثيرويد تحت تأثير نقص الكالسيوم سواء من الدايتري أو ما طالما ما صار فيه عندي امتصاص ل الكالسيوم في بيفرز اللي هو الباراثيرويد بيفرز الباراثيرويد الباراثيرويد يؤثر زي ما حكينا بنشط فيتامين دي وبالتالي بيساعد على إعادة امتصاص من الكليل في المقابل بيزيد من عملية طرح الفوسفات إذا بيزود الريأبزورش إلى الكالسيوم ويقلل من معدل اللي هو امتصاص الفوسفات في المقابل في فوسفات عنده بيزيد معدل خروجها مع اليون إذا بيقلل الكالسيوم النازل مع البول وبيزداد معدل الفوسفات تمام أيضا الباراثيرويد الباراثيرويد بتزود من معدل إطلاق الكالسيوم من العظام وبالتالي بيصير بيدخل الكالسيوم اللي صار من البون إلى مجرى الدم وبالتالي 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 هذا إيش بيصير عنا بيصير لمعدل الكالسيوم في الجسم الآن هذا إذا صار في عنا نقص بيصير هذا الكلام هذا تمام لكن لما يكون في عندي زيادة في معدل زيادة في معدل الكالسيوم الموجود يثبط الباراثيرويد يثبط الباراثيرويد وبالتالي يثبط الباراثيرويد بمنع في المقابل في عندي الكالسيتونين هو اللي بيفرز وبساعد على عملية بناء العظام وزيادة نشاط الألكاليفوس فاتيوس واللي هو زيادة طرح الكالسيوم وهكذا إذن علاقة عكسية ما بين الباراثيرويد هرمون والكالسيتونين الآن في حالة لما يكون في عنا نشاط زائد من نشاط الباراثيرويد بصرع النحل تسمى خيبر باراثيرويد هذا بينتج عنه زيادة في معدل الباراثيرويد هرمون وهذا يحدث ممكن يكون بسبب أدينوما ورمب في الباراثيرويد يؤدي إلى زيادة الباراثيرويد هرمون وبالتالي بيساعد على إطلاق الكالسو من العظام بزيد معدل الكالسو اللي بيخرج من العظام وأيضا بزود من معدل الفوسفات اللي بيخرج من العظام وهذا يؤدي إلى زيادة الاكسرا سيلر رفلويد لاء الكالسو لكن في المقابل الفوسفات بقل ليش لأنه على طول الكليا الكليا بتزود من معدل الفوسفات اللي بيخرج مع البول والكليا أيضا تحت تأثير باراثيرويد هرمون بتزود معدل ري أبزورب شلاء الكالسو أيضا يؤثر على الانتسطين أنه بزود معدل ري أبزورب شلاء الكالسو والفوسفات عن طريق طبعا الفيتامين دي لاتنشط في الكليا الآن عملية التوازن ما بين إفراز الكالسيتونين والباراثيرويد هي اللي بتعمل عملية توازن لمعدل الكالسو نسميه مستاتيك للكالسو بلد الكالسيوم ليفل في الجسم هو حبار عن حوالي 10 ميلي جرام لكل بيسي لتر أو لكل 100 ميلي تمام وفي هاي الحالة الكالسيتونين بيعمل عملية توازن معدله مع اللي هو الكالسيتونين والباراثيرويد همون بيكون في ثبات مهم واحد بيبني واحد بيزود معدل الكالسون واحد بيقلل من معدل الكالسون فالكالسيتونين بيحفز بناء العظام عن طريق ترسيب الكالسون فيها بيقلل من عملية ري أبزوربشن للكالسون من الانتستاين ومن الكليام وبالتالي بنشاطه هذا بيحافظ على إنه معدل الكالسون يزيد لكن في المقابل إنه ما بينقص عن المعضل الطبيعي لأن هناك إفراز طبيعي من الباراثيرويد إيجلاند إنها بتفرز هرمون باراثيرويد هرمون طبيعي بيحفز العظام على إنها بتعمل ريليز للكالسون بيحفز الأمعاء إنها تزود من معدل ري أبزوربشن للكالسون تحت تأثير فيتامين دي النشط لاتنشط في البون في الكليا طبعا تحت تأثير البيتي أتش بالتالي بيصير فيه عند زيادة للكالسون للكالسون من الكليا والإنتستاين وزيادة إطلاق الكالسون من البون هاي العملية بتحفز على ثبات معدل الكالسون في الجسم إذن الإستاميولاس لإفراز الكالسون هي عبارة عن زيادة معدل الكالسون في الدورة الدموية على طول باراثيرو تشعر بهذا النقص ويتزود من معدل الكالسون لكن عملية الإستاميولاس اللي يحفز الأمعاء إنها تفرز هو عبارة عن عملية نقص الكالسون زيادة الكالسون يفرز كالسون عشان يرجع معدل الكالسون للطبيع إذا إذا نقص معدل الكالسوم بيرجع البراثيرويد هورمون يفرز في المقابل الكالسوتونين بطبق وبالتالي العملية بتصير فيه عندي توازن في معدل الكالسوم في عنا حاجة من سميها هيبر كالسينيا أوف ماليجنانسي بمعنى أنه في حالات الكانسر بعض حالات الكانسر نجد هناك ارتفاع في معدل الكالسوم فهذا بيحدث أنه تحت تأثير سبب معين بيحفز عملية زيادة الريزوربشن للعظام وبالتالي بيصير فيه عنه زيادة معدل الكالسوم إذن الماليجنانسي يعني فيه كانسر سرطان عند هذا الشخص زود من معدل البون ريزوربشن تكسير العظام وزيادة معدل إطلاق الكالسوم منها بتلات آليات الألية الأولى أنه الشخص لو كان عنده لينفومة بيصير فيه عنده زيادة فيه نشاط فيتامين دي يعني بيزود من معدل فيتامين دي النشاط تمام؟ هاي واحد اتنين بيصير فيه حاجة تسمى اللي هو استولايتك هيبر كالسيميا يعني بيصير فيه تكسير للعظام وبيزيد الكالسوم وبطلق منه هذا بيسبب 20% من حالات ارتفاع الكالسوم عند المرضى المصابين بالكانسر وأيضا فيه حاجة أنه الهيومورا هيبر كالسيميا الكالسوم زيادة الكالسوم عند الماليجنانسي زيادة الكالسوم بسببها أنه هناك إفراز زائد للباراثيرويد 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 للباراثير شكرا